مرحبا اعزائي المتابعين في الفيديو هذيا بشنشوفوا مبعضنا طريقة صنع كنبة او بنك باستخدام الكارتون والقمش كما تشوفوا هوني عندي العديد من الموديلات في الفيديو هذيا بشنوريكم طريقة صنع هذا البنك طبعا طريقة العمل هي واحدة في اخر الفيديو حطيت لكم بعض النقاط او النصائح بشتتحصلوا على بنك افضل هذيا الموديلات انا قمت بصنعها لاحقا وتحصلت على نتيجة افضل لذلك ما تنسوش اتشاهدوا الفيديو للنهاية بش نحطو لكم بعض النصائح او الفرق اللي يعني اللي صار بين البنك هذيا والبنك هذيا بش تساعدكم في صنع اه كنبة رائعة طبعا الفكرة هذيا ممكن تستعملوها كفكرة مشروح صغيرة تقوموا بصنع مجموعة من الموديلات ثم تقوموا بتسويقها سواء عن طريق الانترنت او عن طريق المتاجر اللي موجودة بجانب كل اه البيوت يلا نشوفو مبعضنا الفيديو بالنسبة للمشتركين ملاحظة ما تنساش تضغط على جرس الاشعارات اللي موجود بجانب كلمة مشترك بش توصلك كل الفيديوهات مشاهدة ممتعة للجميع بش نحتاجو بطبيعة الحال الى كارتون لي صنع هذي الكنبة وبش نحتاجو الى قمش لتغليف الكنبة هذيا انا بش نستعمل لونين مختلفين انتم ممكن تستعملو لون موحد بش نحتاجو الى طبقة من الاسفنج او الوات تكون بالشكل هذي ايا وبش نستعملو مسادس الشمع في التثبيت او الغيراء ايضا ممكن تستعمل الغيراء او اللساق يتماشى مع طبيعة القمش كما تلاحظو هون انا قمت بقص الكارتون اول خطوة قمت بها هو قص ورقة مستطيلة الشكل خذيت طول 20 سنتيمتر والعرض 8 سنتيمتر قمت بثني الورقة على اثنين ثم قمت بتشكيلها بهذا الشكل طبعا انتم ممكن تختارو الموديل اللي تحبوه للكنبة انا خذيت هذي الموديل لجزء العلوي طبعا قمت بقص قطعتين متساويتين من خلال الورقة هذية ايضا قمت بقص قطعتين مستطيلة الشكل طول القطعة هذية هو نفس طول هذية الجزء السفلي للقطعة هذية هو نفس الطول كما تلاحظو هنا هذية شكل الكنبة بش يكون بالشكل هذية الثاني خطوة قمت بها هو رسم خطوط متوازية ومتقاطعة يعني عمودية بالشكل هذية ايضا في القطعة هذية نفس الشيء قمت به وقمت بتحديد نقاط هذية اللي هي مكان التقاطع بش نقوم الآن بعمل الثقوب مكان النقاط هذية ايضا في الجزء هذية بش نقوم بعمل الثقوب في النقاط هذية طبعا الخطوة هذية قمت بها فقط على القطعتين هذو ما بالنسبة القطعتين هذو ما بش نحتاجهم في النهاية يعني بعد ما نكملوا ناخد مقطعة هذو ما بش نستعملوا هذو ما خليهم على جانب الآن بش ناخذ قطعة هذية او الطبقة هذية بش نثبتها على قطعة الكارتون هذية بش نستخدم مسادسة الشامع ثم بش نقوم بقص الوات الزئد مقابل للقمش ثم نقوم بتثبيت القمش هذية بش نحط قطعة الكارتون هذية اسفنج او اللوات مقابل للقمش ثم نقوم بتثبيت القمش هذية في الأطراف مقابل للقمش بعد التغليف كما لحظتوا هنا هنا قمت بقص القمش الزئد بش منغطيش على الثقوب هذية الآن بش نحتاج الى ابرأ وخيط بش نستعمل هوني خيط اسود طبعا انتو ما ممكن تختاروا لون الخيط اه يتماشى مع لون القمش هذية باعتباري هنا بش نستعمل ايضا القمش الاسود اخترت هذا اللون الآن بش نقوم بتمريره الابرة والخيط من خلال الثقوب هذية بش نتحصل على شكل جميل للكانبة بش نتحصل على شكل جميل للكانبة بش نتحصل على شكل جميل للكانبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذي الشكل اللي تحصلت عليه بعد الخياطة الان باش ناخذ القطعة هذية وباش نقوم بتغليفها بالقماش الاسود من جهة واحدة ثم باش نقوم بتثبيت القطعة هذية فوقها بالشكل هذية هذي الشكل اللي تحصلت عليه بعد الساق القطعتين ما بعض كما تلاحظوا هنا في المنطقة هذية موجود بقايا السيليكون بين وشكله مهوش جميل لذلك باش نحتاجوا الى شاريت باش نقوم بتثبيته في المنطقة هذية باش نغطيه على هذي الثقوب او العيوب اذا عندكم غيراء يفضل تستعملوا غيراء خاص بركوماش لكن انا باش نستعمل اين مسادس الشمع لانه مش متوفر عندي الغيراء باش نقوم بتحذير الجزء السفلي للكانبة او البنك عندي كما تشوفوا القطعتين هذو ما باش نخلي القطعة اللي فيها الثقوب على جانب باش نخذ القطعة هذية باش نقوم بتغليفها باللون بالقماش الاسود باش نخذ القطعة هذية كما تشوفوا هوني انا قمت بتثبيت الجزء العلوي للبنك مع قطعة الكارتون هذية الان باش نمروا لي صنع جانبي البنك الان باش ناخذ قطعة من الكارتون او الورق المقوة عرض القطعة هذية هو نفس قياس المسافة هذية باش ناخذ ايضا طبقة من الوات او الاسفنش نثبت القطعتين ما بعض ثم باش نقوم بلفهم لازم نخلي فراغ باش نستعمل قلم نقوم بلف الكارتون والوات بهذا الشكل ثم باش نقوم بتثبيتهم باستخدام مسادس الشمع بعد ذلك باش نغلفهم بالقماش نشوفهم او وعدنا الطريقة الواتحة الان باش ناخذ القطعة الكارتون هذية وباش نقوم بقصة بحيث يصبح طوله النفس القياس هذية طبعاAllena انا غيرت من الشكل البنك مكنتش باش نعمل بالطريقة هذية لذلك باش نقوم بقص القطعة هذية الآن باش نقوم بتثبيت القطعة هذية في الجهة الخلفية لكن ملاحظة بالنسبة للثقوب هذية انا قمت بتحضيرها في البداية انتو ما ممكن تقوم بتحضيرها في المرحلة الاخيرة لاني انا ديجا قمت بقص من طول القطعة هذية وقمت بقصها الى اثنين فالما كان الثقوب هذية ما هو مولئم لازم تقوموا بعملية الثقب بعد قص الكارتون في النهاية طبعا انتو ما ممكن هوني تقوموا بتشكيل الجزء هذية كما انا قمت بتشكيل الجزء هذا لكن انا باش نخليه بالشكل هذية لانه يعني شكله سامبل اكثر اجمل عجبنينا الشكل هكيكا افضل باش نخليه بالشكل باش نقوم الآن بتثبيت القطعة هذية اذا كما تشوفوا هوني هذية النتيجة النهائية بعد اضافة الحرج تخصلت على هذا الشكل بالنسبة للحرج باش تقوموا بتثبيته في كل المناطق اللي فيها السيليكون باش ميقودش يعني بين وفي نفس الوقت يكون العمل منظم بالنسبة الارجل الكنبة اعتمدت هذي القطع كارجل الكنبة ممكن تستعملوا اي شي اخر بالنسبة للوسادة انا قمت بصنعة بنفس طريقة طريقة القطعة هذية فقط الحجم الصغر كما تلاحظوا هوني هندي موديلات اخرى اذا قمت بصنعة بعض ما قمت بصنعة القطعة هذية حصلت على النتيجة افضل باش نعطيكم بعض النقاط المهمة بالنسبة للحرج يفضل دائما تستعملوا الخيط اللي يكون كما هكاكة اي لون لكن يكون خيط بالشكل هذية تعطيكم نتيجة افضل كما تلاحظوا هنا الكنبة هذية وهذية انا قمت بستعمل الخيط هذية كالحرج عطتني نتيجة جميلة بالنسبة الفرق بين الكنبة هذية والكنبة هذية اني اعتمدت الفورما هذية في الجهة السفلية للكنبة هذي وهذي بدل الجزء العلوي اعطت نتيجة افضل بالنسبة للجزء العلوي للكنبة انا قمت بعمل الفورما باستخدام الابرة والخيط اخذيت هوني الابرة والخيط وثم قمت بارجحها من الجهة هذية وقمت بشد الخيط حصلت على هذي النتيجة كذلك بالنسبة للنقاط هذية انا قمت بادخال الابرة وقمت باخذ قليل من القوميش ثم قمت بارجح الابرة وقمت بشد الخيط حصلت على هذي النتيجة بالنسبة للوسيدات كما تلاحظوا انا قمت ايضا بعمل حرج باستخدام الخيط نفسه فقط قمت بايزيلة الخيط هذية عن بعض وخذيت خيط واحد ثم قمت بعمل حرج للوسيدات هذية النتيجة اللي تحصلت عليها كما تلاحظوا الكنبة هذية شكلها مختلف قليلا لكن نتيجة رائعة بالنسبة الجيني باي الكنبة استعملت الكارتون فقط مستعملتش الوات وبالنسبة الابناء كذيعنا استعملت الاسفنج بدل الوات حصلت على نتيجة افضل الفورما يعني تكون واضحة اكثر ملاحظة فقط صغيرة حاولوا دائما لما تقوموا بالعمل تحتاطوا باستخدام المسادس الشمعة تحتاطوا لانه ممكن في اي لحظة يتصخ عندكم القمش والسيليكون يعني صعب انه تقوموا بازلته من القمش هذية النتيجة النهائية اتمنى يا رب ان الفكرة تكون نالت اعجابكم اه ما تنسيوش اذا اعجبكم الفيديو ترك تعليق و لايك ونشر الفيديو وما تنسيوش ايضا اذا كنت مشترك في القناة تضغط على جرس الاشعارات بايش توصل لكل الفيديوهات اللي نقوم بتحميلها شكرا لكم على المتابعة كانت معكم مونة لمسرمي